اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم نشوف الشهور قصة ما هي يثرب كيف تبدو لنا سيصدمنا في يثرب مجموعة من الأشياء الغريبة خاصة إذا كنا قبل ذلك في مكة يعني لو كنا نحن في مكة مقرنا في مكة الآن رحنا على يثرب نعمل جولة استطلاعية ما الذي سنرى أولا يثرب هذه المدينة المنبسطة كثيرة الماء وكثيرة الزرع وهذا الشيء جديد جدا مكة كانت مقفرة وليس فيها وهي واد من غير زرع طيب بعد شوي حنكتشف شيء مهم ليس هناك كيان واحد اسمه يثرب هناك مجموعة من الكيانات على الأقل خمسة تلتقي جميعا قرى صغيرة ذات تجمعات سكانية ولكن كل هذه القرى مجموعتها تسمى يثرب وبالتالي عندما يكون لديك مجموعة من القرى فبالتالي كل قرية أو كل تجمع سكاني يمكن أن يكون له عقليته الخاصة حساباته الخاصة وما إلى ذلك ثم سنلتقي بمن نسأله عن أهل البلد فسيقول لنا أن هناك خمس قبائل كبرى وأن هناك حوالي عشرين بطن وقبائل أخرى صغرى الخمس قبائل كبرى وهذا المهم بالنسبة لنا اثنان منها أولاد عم من العرب اليمنيين من وين؟ من اليمن هاجروا على الأقل في بداية القرن الثالث الميلادي بعد انهيار سد مارب وهؤلاء هم الأوسو والخزرج أولاد عم جاءوا معا وسكنوا في هذه المدينة ووجدوا فيها قد سبقهم إليها وعاش فيها منذ وقت طويل لا نعرف منذ ماذا لأن هناك خلاف كبير بين الباحثين متى جاء اليهود إلى يثرب وعلى الأرجح أنهم جاءوا في فترة مبكرة حتى قبل الميلاد جاء هؤلاء اليهود استوطنوا في يثرب فاستوطن منهم قبيلتان بن قريضة وبن النظير في الأماكن العالية المرتفعة الحصينة واستوطن بن قينقاع وكانوا أهل زراعة في المنطقة السهلية المنبسطة والمنطقة السهلية المنبسطة هذه لم تكن حقيقة قوية ولا منيعة ولا حصينة فبن النظير وبن قريضة ابتداءا هم في منطقة أعلى ومنطقة أكثر حصانة من بني قينقاع عندما جاء الأوس والخزرج الخزرج سكنوا قريبا من قينقاع والأوس سكنوا قريبا من بني قريضة وبن النظير مستقبلا سيكون لدينا حلف من حزبين رئيسين حزب فيه قينقاع والخزرج وحزب آخر فيه بن النظير وقريضة ومعهم كذلك الأوس ثم عما قريب سينشأ صدام ما بين الخزرج وما بين الأوس لماذا؟ لأنه في خلاف كان على الأراضي على المياه على من يسكن هذه وتلك هذا الشيء طبيعي متعاهد عليه وبسبب غياب أي آلية لفضل النزاعات كتلك التي موجودة في مكة له دار الندوة دار الندوة فيها آلية مهمة لما يختلفوا الناس بروحة دار الندوة بزوص الشيوخ بالتفق بالإجماع على القرار وينفذ على الجميع أما في يثرب فلم يكن هناك دار ندوة ولم يكن هناك مؤسسة حكم وإنما كان لكل فئة من الفئات الخمس قادتها وزعماؤها ومصالحها وأحيانا يتحالفون وأحيانا يتخصبون مع بعضهم البعض هذه الحالة أي غياب السلطة المركزية في يثرب هي التي أدت إلى حروب مستمرة عشرات ربما أكثر من عشرة حروب بين الأوسي والخزرج على مداري على الأقل 150 سنة وفي هذه الحروب كان الإجماع اليثريبي قد تدمر ما في عندنا إجماع في يثريبي ما في شيء متفقين على الناس كل يوم ممكن يصير فيه مشكلة وثارات وقتل وحروب تجر حروبا إلى آخره وآخر حرب كانت حرب بوعات خمس سنوات قبل الهجرة النبوية وهي حرب تمت بين الأوسي والخزرج الخزرج كما كنا معهم قينقاع والأوس معهم بن النظير وبني قريضة والمهم أيضا أنه في هذه الحرب لم تكن فقط حربا بين مكونات المدينة بل مكونات مجاورة للمدينة دخلت فيها مزينة دخلت فيها جهينة ودخلت فيها أيضا مجموعة من قطفان ومجموعة من قضاعة فأصبحت مشكلة يثرب مشكلة إقليمية وهذا مهم جدا بعد قليل طيب إذن عندما حدثت حرب بوعات قتل معظم الكبار قتل سيد الأوس وقتل سيد الخزرج وقتلت الطبق القيادية الكبرى من الذي قاد يثرب بعدها مباشرة الشباب وسيد بن حضير من الأوس شاب وكذلك معه سعد بن معاذ ثم عندنا سعد بن عبادة من الخزرج كلهم كانوا من طبقة الشباب بقي شيخ واحد من طبقة الشيوخ الكبار عبد الله بن أبي بن سلول ليش هذا عبد الله بن أبي بن سلول لم يقتل في بعاث لسبب مهم لأنه لم يحارب في بعاث هو كان من الخزرج أخذ موقفا معارضا لقومه ووقف على الحياد ولم يحارب فنجى وأيضا قدم نفسه زعيما للإجماع الجديد قال يا جمعنا ما قتل ضد إخواني من الخزرج أهل القرابة واليوم يا جمعليش ما تقبلوا فيه فبدأ لديه مادة إعلامية قوية يروج لنفسه لكي يصبح إيش ملكا ليترب هذه قضية في غاية الأهمية لكن يترب فيها الشباب الشباب ليسوا مقتنعين بعبد الله بن أبي سلول ليش لأنه ابن سلول هذا رجل لم يكن في الحقيقة إلا امتدادا للماضي القديم الذي جر عليهم والوبال والدمار والحروب وفيه شباب متطلعين لشيء جديد وجميل وما عايشين حياتهم مستقبلا كلها في النكد وفي الهم وفي الحروب التي ستستمر إلى الأبد هذه عنصر مهم إذن يثرب فيها غياب إجماع سياسي يثرب فيها قيادة شابة يثرب متطلعة نحو المستقبل وفيها نقطة رابعة مهمة يثرب فيها تسامح ديني كيف؟ لأنه فيها يهود لهم دينهم وطقوسهم وشعائرهم وعما عبيدهم وفيها أيضا القبائل العربية التي تعبد مجموعة من الآلهة وبالتالي قضية الدين ليست قضية إجماع عنصري قبلي كما الحال في مكة ليش؟ لأن كل شرعيات النظام المكي الاقتصادية والسيادية في جزيرة العرب قامت على البيت الحرام والبيت الحرام أصبح دينا لهم وظفوه لخدمة مصالحهم وبالتالي أي معارضة لدين قريش ومعارضة للبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسوف تعارض بشكل قاسي جدا من سادة قريش وهذا ما وقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم أما في المدينة إن كنت مسلما أو يهوديا أو غير ذلك مش مشكلة في النهاية الناس عندها أديان كثيرة وإحنا كلنا حابين أنه نتعاطى بناء على التحالفات وبنصالح أكثر من تعاطينا على فكرة الدين الدين في يثرب لم يكن بصلابة التدين القرشي لأن كما قلت الدين في قريش كان يلعب دورا عنصريا في جمع الناس مع بعضهم أو عصبيا بالأحرى الآن كل هذه العناصر ما الذي تقوله لنا أنت أمام كيان منفتح مش منغلق في مكة لدينا كيان منغلق في المدينة لدينا كيان منفتح شاب فتي متطلع نحو المستقبل وليس له علاقة في الأدين ثم أنه مجتمع فيه قدر أعلى من المساواة بالتالي الاستقطاب الحاد ما بين فحشي الثراء في مكة والمهمشين المستضعفين فيها كانت الفجوة هائلة أما في اليثرب فلم تكن كذلك ليش؟ لأن الاقتصاد القرشي كان قائما على التجارة كما تعلموا التجارة الدولية بالذات تصنع حالة هائلة من الاستقطاب ما بين الغدي والفقير لأن الرؤوس الأمال تتكاثر من شكل هائل واللي ما عنده فلوس بالنهاية بنتهي ولذلك مكة كان فيها أصحاب الثراء المهول مثل عبد الله بن جدعان والوليد بن مغيرة أموال لا تقدر بثمن قناطير من الذهب والفضة وفيها المسحوقين الذين لا يجدون إلا التمر والماء لكي يشربوه أو يأكلوه ويشربوه أما في يثرب فمجتمع زراعي والزراعة تأتي بقدر أكبر من الدخل لمعظم الناس أي أن الطبق الوسطى تصبح أكثر ثم أن الناس الجوع فيها لن يكون بنفس القدر الموجود في مكة فيها قدر من التجارة وهذا أدت إلى وجود طبقة متنفذة مثل عبد الله بن أبي بن سلول لأنهم تجار وبعض أيضا تجار اليهود وكانوا ماهرين جدا في التجارة وفيها طبقة صناعية كانت تصنع فيها الأسلحة تصنع فيها المواد لو مشيت في سوق بني قينقاع لنفترض يوم الجمعة يوم الجمعة في سوق لبني قينقاع كلنا قينقاع موجودة في السهل الناس بتروح تتسوق لأنه قبل ما يدخل السبت عليهم ويسبتون بروحوا بتسوق الناس في سوق بني قينقاع ما الذي ستجد؟ ستجد تمور المدينة تمور فاخرة وجميلة جدا وبالتالي التمر رخيص ومتوفر ستجد فيه كثير من الخضار والفواكه موجودة ستجد كذلك فيها الحنطة وستجد فيها الشعير وقد كانت تزرع ثم ستجد أيضا فيها كثير من ما كان يأتي من الجوار من الجلود من الفضة من المشغولات الفضية التي كان لهود مشهورين جدا فيها صناعة السيوف صناعة الخناجر فيها كثير أيضا من الأواني التي تحتاجها القبائل وما إلى ذلك إذن هناك حياة اقتصادية متكاملة في داخلي في داخلي يترب وهذه الحياة الاقتصادية المتكاملة ليست حكرا فقط على الإغنياء بل هناك قدر معقول من المساواة الاقتصادية في داخلي يترب وبالتالي أن المجتمع أليا عريكة أسهل أكثر امتتاحا أكثر قربا بعضه البعض طبائع الناس في يترب كانت أكثر تسامحا من طبائع الناس في مكة البيئة أيضا لها ضرورة لها أهمية هذه البيئة القاسية الصحراوية الموجودة في مكة من جبال عاتية وغياب ماء وغياب ونقص هائل في الموارد الأخرى إلى طبيعة أكثر استرخاء طبيعة زراعية يحتاج الناس فيها إلى التوكل من أجل نصول المطر وما إلى ذلك الأمور بالتالي هذه المعاني كلها مكنت النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينظر إلى يترب بعين الاحتمال الأكبر لكي تكون مركزا لهجرته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبحث عن مكان فقط لكي يهرب به شخصيا هو محمي من قبيلته لا يريد فقط أن يرسل ناس لكي يحتموا من بطش القريش كما فعل في الحبشة الآن يريد أن يطلق دعوة أي هو يبحث عن وطن ويبحث عن عاصمة لهذا الوطن ليش يبحث؟ قريش لم تسمح له لم تسمح له أن يتخذ من مكة عاصمة لدعوته هي وطنه لكنه هجر منها بطريق استطاعت فيه قريش عبر سنوات أن تمنع عنه كل من موارد القيادية اللازمة الآن في يترب يترب صحيح أن يترب وطن لأهلها ولكن تذكروا يترب فشلت في أن تبني إجماعا عبر مئة عام ألا تعتقدون أن وجود قائد ليترب من خارج التركيب السكانية اليتربية؟ يمكن أن يكون فرصة لهؤلاء الشباب المتطلعين نحو الاستقرار يلتفوا من حوله ويبنوا إجماعا سياسيا جديدا إذن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وقائد يبحث عن وطن لدعوته ويترب وطن يبحث عن قائد فبالتالي هذه العلاقة منطقية وطبيعية وعقلانية ستنجح لو هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يترب ولم تنجح لو هجر إلى أي مكان آخر فبالتالي كانت يترب وكانت ترتيب لها بنوخ النجار أخواله جد النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم كان على علاقة معهم وهم من الخزرج ولذلك أسعد بن زرارة وكان نقيبا للخزرج هو الذي التقى في المرة الأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الستة من الخزرج الذين أسلموا فالعلاقة كانت موجودة بالأساس والترتيب لهذه العلاقة لم يكن مصادفة والله ماشي في الشارع وجاهد قال تعالوا أقعد أحكيكم عن الإسلام هم يعرفونه وهو يعرفهم وبالتالي عندما جلسوا وتحدثوا عن الإسلام كانوا أقرب ولكن انتبه أيضا الخزرج كان هم الذين هزموا في بعاث وسيكونون أكثر حرصا على تغيير قواعد اللعبة المقيتة في يفرب فلو جاء محمد صلى الله عليه وسلم إليهم فهذا خير وبالتالي المجموعة الأولى من الستة خزرج ثم بعد ذلك بقي الخزرج حقيقة في العقب الثاني الأولى وكذلك حتى في العقب الثاني هم الأغلبية الكبرى والساحقة في ذلك ولكن المهم أنه في العقبة الثانية عندما جاء الاثنى عشر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير سثيرا ومصعب فعل شيئا مهما جدا جدا في هذه السنة مصعب كان دوره أن يقيم الوضع في مكة في يفرب أن ينشر الدعوة ولكن أن يصل أيضا إلى رؤوس القوم هل تعرفون أنه في إقامته في سنة واحدة استطاع أن ينشر الإسلام في معظم بيوتات يفرب وأن يقنع ثلاثة من كبارها بأن يسلموا وهؤلاء الثلاث هم الشباب الذين ذكرناهم زعماء أسيد بن حضاير وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهؤلاء الذين بعد ذلك على أقل اثنان منهم جاءوا إلى باعة العقبة الثانية أي أن الأوس ممثلين في أسيد بن حضاير الجالس في العقبة الثانية وكذلك الخزرج ممثلون بسعد بن عبادة والذي كان حاضرا أيضا مع 72 آخرين هذه مسألة في غاية الأهمية الترتيبات تمت والاستعداد حصلت وجاءت بيعة العقبة الثانية لكي تحدد بالضبط كيف ستكون شروط المناصرة وقواعد المستقبلية للدولة التي ستتأسس كلها حددت في العقبة الثانية عبر حوار بديع بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس وانتبه أن العباس لم يكن مؤمنا في ذلك لم يكن مسلما جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زعيم بن هاشم هذا حلف بين نبي ينتمي إلى قبيلة أيضا إلى بطن مهم في قريش من بن هاشم جاء شيخ القبيلة معه وكذلك مع شيخ قبيلة آخرين الأوسوى الخزرج مع ممثلين عن معظم بطون يثرب التقوا جميعا في العقبة الثانية وتعاهدوا وتعاقدوا على ما نعرفه بالبيعة ولكن أثناء الحديث عن البيعة أصرت يثرب أصرت يعني الذين جاءوا منها على أن يستوضحوا من النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأمور والنبي أصر أن يوصلهم مجموعة من الرسائل أوصلهم من خلال العباس كلمة العباس ومن خلال كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أننا قادمون من أجل النصرة هل ستنصرونني مما تنصرون منه نساءكم وأولادكم هل ستقفون قال لهم عباس هؤلاء أنتم ستعادون العرب والعجب إذا صددتم هذا الرجل أنتم واثقين مما تقولون وإلا بكرة ستخذلوه إذا كنتم ستخذلونه اتركوا عندنا إحنا قبيلتوا من ديربان عليه لكن إن كنتم ستنصرونه مما تنصرون منه نساءكم وأولادكم ففعلوا قالوا سنفعل وأكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ثم وقف أيضا بعض رجالهم وأكدوا على ذلك مرة ثالثة واستفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ستأتينا وسنحارب الناس من أجلك وسنبذل من أموالنا وأنفسنا مش مكرة تنتصر بعد ذلك تسعب حالك وتروح على بلدك هل ستفعل ذلك يا رسول قال لا ابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إنما سأسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم وأنا منكم وأنتم مني وهذا هو العهد الذي سيبقى حتى بعد فتح مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعود إلى مكة إذن التعاقد كان بين طرفين بين طرف يطلب النصرة والقيادة وسيقود هذا الكيان الجديد باتجاه جديد فيه تكاليف مالية وتكاليف عسكرية وتكاليف التحالفات وأيضا مطلب من قبل الذين هاجر إليهم أي الأنصار أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ من المدينة وطنا دائما لا يخرج منه بعد انتهاء مهمته التي ستتوج بالانتصار فهذا كان عقد البيعة الثانية العقبة الثانية وهذا الذي سوف يطبق بالفعل وسنرى ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر